الجودة والتميز المؤسسي هذه البرامج النوعية تحتاج إلى تواجد بنية تحتية وطنية للجودة نعمل في الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة على استكمال هذه البنية مع شركائنا من القطاع والآن والخاص وبإذن الله تعالى عازمونا على أن تكون هذه البنية تحتدي بالتجارب العالمية والموارسات العالمية الاحترافية وتحقق الهدف كممكن للتنمية الاقتصادية والتطور الاقتصادي بإذن الله تعالى في جميع القطاعات يعد هذا المؤتمر فرصة مواتية لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الريادية العالمية حيث تم اختيار جمهورية سنغافورة كضيف شرف للمؤتمر وذلك لما تملكه هذه الدولة من تجارب ريادية عالمية في مجال الجودة والتميز المؤسسي اخترنا سنغافورة لتواكبها مع تطلعاتنا في المملكة العربية السعودية سنغافورة في خلال 30 عام استطاعت أن تصل إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى من جودة الخدمات وجودة الصناعة وجودة التسويق وبالتالي الاسترشاد بمثل هذه التجربة في المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها 20-30 والتي نحاول أن نصل بالمملكة إلى مصاف دول العالم وقيادة العالم في اقتصاديا واجتماعيا يكون من المناسبة أن نسترشد بمثل هذه الممارسة المملكة أسست مستقبلا أكثر إشراقا وتؤكد على أنها عازمة وبكل جد إلى تحقيق تجربة إقليمية رائدة في كافة المجالات الجودة دعامة وركيزة رئيسية في تحقيق مبادرات ومشروعات برنامج التحول الوطني ورؤية 20-30 من الدمام محمد المحي الإخبارية